السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفاجأ عدد من المواطنا مؤخرا بالزيادة في تعريفة الكشف العيادة الطبية بمقدار 50 درهم بحسب الاختصاصات ومواقع العلاج ما أثر موجة غضب في صوف مرضى منهكين أصلا بغلاء المعيشة وحسب التعريفة الجديدة سترتفع قيمة الكشف بعض العيادات إلى ما بين 250 درهم بالنسبة للأطباء العامين فيما ارتفعت لدى أطباء الاختصاص إلى أزيد من 350 درهم وكانت العيادات الخاصة قد طلبت بعادة نظر في تسعير الفحص وهو ما اعتبره كثيرون حيفا يمارس على المواطن المغربي أمام ارتفاع الأسعار وكذا الفوضى التي تعرفها العيادات الخاصة وكانت التعريفة تتروح ما بين 300 درهم و120 درهم بالإضافة إلى التحاليل وكذا الفحص بالأشعة وكل ذلك حسب الاختصاص وحسب المدينة هذا الأمر دفع نواب برلمانيين إلى مرسلة وزير الصحة لوقف نزيف الزيادة في التسعيرة والإرتفاع المتكرر داخل العيادات الخاصة والإجراءات المعتمدة من تسقيف وتوحيد تسعيرة الفحص الطبي داخل العيادات الخاصة